وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدٌ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب الإضافة كما ذكرت لكم هو باب سهل وماتع والإضافة لفظ معناه معروف ونستعمله في حياتنا فنضيف شيئا إلى شيء نضيف هذه اليد إلى هذه اليد وكذلك في الكلام حينما نقول كتاب زيد غلام زيد ونحو ذلك هذا كله من إضافة الشيء إلى الشيء بحيث كأنه يمتزج به ولهذا قال بعض الظرفاء يشير إلى هذا ويشير إلى أن التنوين يقطع الإضافة فإنك إذا قلت غلام في غلام زيد قطعت الإضافة لا يمكن أن تضيف الغلام إلى زيد يقول علمته باب المضاف تفاؤلا ورقيبه يغريه بالتنوين لأن الرقيب عادة يريد التفرق بين الأحباب أو بين المحب ومحبوب فإذا علمه التنوين أو أغراه بالتنوين فمعناه أنه يغريه بالفراق بالفراق وبالبعد كما أن التنوين يفرق بين اللفظين فكذلك أيضا الفراق يفرق بين أو البعد أو الرقيب يعني يفرق بين المحبين هنا ابن مالك يقول في صدر هذا الباب نونا تل الإعراب أو تنوين مما تضيف حذف كطور سينة طيب اقرأ البيت إذا وجدت في البيت نصبا في الأول فمحث عن العامل وإقرأ من العامل والعامل هنا أحذف أحذف نونا تل الإعراب أو تنوين مما تضيف ومثال ذلك طور سينة ومن محاسن المصنف أنه يمثل كثيرا للقواعد التي يذكرها إذن احذف النون التي تكون في الاسم المضاف وهذا يكون في المثنى ويكون في الجمع تكون غلاما زيد وحاضروا البيت أو حاضروا المسجد الحرام مثلا في القرآن حاضر المسجد الحرام أو طالب العلمي أصلا طالبونا فنحذف النون هذا هو المعنى وهذا معنى قوله تل الإعراب نونا تل الإعراب نونا تل الإعراب لأن الإعراب على الواو في طالبو أو على الألف في طالب علم فهذه النون تحذفها هي وليت حرف الإعراب الذي هو الألف في طالب والواو في طالبو أو ضارب زيد أو ضارب زيد ومثال ذلك أو تنوين أيضا تنوين أيضا احذفه والتنوين هو سكون نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه في الخط والوقف عندما يكون لدينا مثلا ضمتان الثانية هي التنوين فتحتان الثانية هي التنوين فاحذف التنوين كطور سينا أو سينا كلاهما صحي لكن سينا هنا أفضل في الانسجام والتواوم فأصلها طور مثلا فحذفنا للتنوين فصار طور سينا هذا هو مراده في هذا البيت ولا نطيل في الكلام عليه ونقف عنده لنستعرف الدرس الذي بعده إن شاء الله وإلى اللقاءة إن شاء الله